وأكد مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في صلاح الدين حميد خليل مهدي وجود مراقبة مستمرة على أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين من جهة أخرى أوضح أن السلة الرمضانية سيتم توزيعها على المواطنين مطلع شهر رمضان المبارك لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية نعم بالفعل نشاط دائرة الرقابة التجارية والمالية يعتني وبصورة مشددة في متابعة الأسواق المحلية في مدينة تكريت وباقي مدر محافظة صلاح الدين نعم هذه المتابعة تأتي ضمن فريق عمل مشترك مؤلف مع أبطال الجريمة المنظمة وأبطال الأمن الوطني وكذلك كوادر الرقابة الصحية ودائرة البيطرة في محافظة صلاح الدين نعم بالفعل لدينا فرقة ميدانية شبه يومية في متابعة أسعار المواد الغذائية والطحين وكذلك أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بالفعل تم ضبط عدد من المخالفين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بموجب محاضر أصولية وقرارات من القاضية المختصة وكذلك تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق غلق بعض المحلات وتوجيه القرامة المالية لبعض المخالفين متى ستوزع السلة الغذائية أستاذ حمي فيما يقص سلة شهر رمضان المبارك؟ وما هي المواد التي تحتويها هذه السلة؟ نعم من استعدادات وزارة التجارة العراقية ضمن برنامجها الحكومي في دعم العائلة العراقية في شهر رمضان المبارك سوف نقوم بتوزيع سلة خاصة بشهر رمضان مجانية على المواطنين ضمن كوتة قطع مجانية تتضمن هذه السلة مادة الشعرية والمعكرونة وكذلك مادة الطحين الصفر والنشاء هذه المواد الأربعة تكون رديف للسلة الغذائية الأساسية يعني هذه المواد خاصة بشهر رمضان سوف يطلق توزيعها مطلعة لسبوع المقبل بإذن الله والمواد موجودة لدينا في مخازن فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في صلاح الدين ماذا تقدمون من تطمينات لأهالي محافظة صلاح الدين فيما يخص الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية سواء كان بيض مائدة أو لحوم وما شاء نعم بالتأكيد لدينا خزين ستراتيجي من مفردات السلة الغذائية في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في صلاح الدين مؤمنة لشهرين من المواد الغذائية وكذلك لدينا خزين من مادة الحنطة المحلية والمستوردة يغطي ثلث العراق موجود في محافظة صلاح الدين هذه رسالة اطمئنان لشعبنا في محافظة صلاح الدين بأن وزارة التجارة ضمن برنامجها الحكومي مؤمنة كافة مستلزمات العائلة العراقية من المواد الغذائية والطحين ومن خلال قناتكم الموقرة نحب ننوه لشعبنا في محافظة صلاح الدين الرقابة التجارية وجهاز الأمن الوطني وجريم المنظمة هي اليد الضاربة لكل من تحاولنه نفسه وتسولنه نفسه التلاعب بقوط المواطنين وفرقنا الرقابية والأمنية مستمرة في المتابعة الميدانية ونحن على استعداد تام في تلقي أي شكوى من المواطنين عبر الخط الساخن أو مواصلة التواصل الاجتماعي أو مراجعة مقر دائرتنا في محافظة صلاح الدين